بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة في مادة الإعلام والمجتمع هنتكلم النهاردة عن موضوع حملات التغيير الاجتماعي احنا اتكلمنا قبل كده في مادة الإعلام والمجتمع عن التسويل الاجتماعي عن مفهوم التسويل الاجتماعي عن تعريف التسويل الاجتماعي عن أنواع المنتجات الاجتماعية عن المنتج الاجتماعي نفسه واتكلمنا عن المتبنون المستهدفون واتكلمنا عن المسوقون الاجتماعيون وتكلمنا عن تكنولوجيا أسليب التغيير الاجتماعي والفرق ما بين التسويق الاجتماعي والتسويق التجاري النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن حملات التغيير الاجتماعي حملات التغيير الاجتماعي حقيقة ظهرة مش جديدة على المجتمع او مش ظاهرة على الكون نفسه أو على العالم كله بالعكس ده ظهرت منذ عصور قديمة ظهرت في الحضارة الفرعونية وظهرت في الحضارة الإغرقية وظهرت في الحضارة اليونانية إنما في المجتمعات الغربية حقيقة في المجتمعات الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا ظهرت الحملات بس الحملات دي بتهدف إلى نشة وأفقار وسلوك وعادات جديدة للصالح العام والارتقاء بالفرد ركزت معظم حملات التغيير الاجتماعي في العصر الحديث على أمور تتعلق بصحة الفرد حملات بتوعية أضرار التدخيل حملات منع المخدرات حملات التنمية البيئية حملات عن إصلاح التعليم وكلها تهدف إلى نشر الثقافة والوعي والإصلاح على سبيل المثال في فترة من الفترات الماضية في السويد ظهر حملة التغيير الاجتماعي الحملة دي كانت حملة لمحاربة التدخيل في الأماكن العامة والأماكن الخاصة كان الشعار إيجاد دولة خالية من المدخنين إيجاد دولة خالية من المدخنين حقيقة هم اجتملت الحملة على معلومات نشر معلومات عن أضرار التدخين وأضرار التدخين في المدارس أضرار التدخين في العيادات الطبية أضرار التدخين في الأماكن العامة والأماكن الخاصة في الوقت نفسه كان بيصدر أو معنى صح كان ظهرت اتجاهات بوابع قيود على الإعلانات التي كانت بتنشر في وسائل الاتصال على أساس فرض ضرائب على الإعلانات فرض ضرائب عالية على الإعلانات التي كانت بتنشر في وسائل الاتصال وكمان في نفس الوقت منع التدخين في الأماكن العامة كمان توفير الخدمات الطبية للمدخنين اللي هم عايزين يقلعوا عن التدخين طيب وظهرت ده بالنسبة في السويد وعلى فكرة لقيت رواك كبير ونجحة نجاح باهر في السويد احنا عمدين هنا في مصر في حملات حملات موجودة من زمان احنا قلنا أيام الحملة لأيام الحضارة الفرونية ولكن أنا هنبتدي من أيام زمان شوية كان فيه حملات تنظيم الأسرة حملات تطعيم الأطفال فيه حاجتاني حملات محول أمية فيه حملات جديدة عن حملة 100 مليون صحة ده على سبيل المثال طيب أنا عايز أعرف يعني إيه حملة أو يعني إيه حملات التغيير الاجتماعي حملات التغيير الاجتماعي عبارة عن جهد منظم بيهدف إلى إقناع مجموعة من الناس بقبول أو تعديل أو ابتعاد عن أفكار أو سلوكيات موجودة في المجتمع يبقى عبارة عن جهد منظم بيقوم بيه مجموعة من الناس على فكرة المجموعة دولة لازم أن يكونوا موجودين في المجتمع بيهدف إلى إقناع مجموعة من الناس بقبول أو تعديل أو ابتعاد عن أفكار أو سلوك موجودين في المجتمع بس لازم يكون الأفكار أو الحملة دي بتحدث تأثير للجمهور المستهدفة طيب أنواع الحملات الاجتماعية عندنا بعض من أنواع الحملات الاجتماعية أول نوع من أنواع الحملات هو حملات التغيير المعرفي يعني إيه حملات تغيير معرفي؟ الحملات التغيير المعرفي بتعمل على تزويد الفرد بمعلومات وزيادة وعيهم عن قضيتهم ما زي الحملات اللي هي بتتعلق بالتغزية الصحية للأفراد بدي لهم معلومات إزاي يقدروا نعمل الفرد تغزية صحية زي المعلومات عن كيفية التعرض للإصابة بمرض ما الوقاية من المرض ده كلنا عارفين دلوقتي ربنا يسلمنا من الشر يا رب عن مرض كورونا كيفية مثلا الوقاية من مرض كورونا كلنا بنشوف الإعلانات اللي بتنزل إزاي بتدي معلومات للفرد إن إزاي يقي نفسه من مرض كورونا نخسل إيدينا عشرين ثانية بالصابونة نستعمل كله كحول لتركيزه سبعين نشرب مياه كل ربع ساعة كل دي معلومات وقائية ولبالك يعتبر بيعتبر حملات التغيير المعرفة من أسهل أنواع الحملات لأنها لا تستهدف إحداث تغيير في سلوك الفرد إنما هي بتدي له معلومات بس حملات التغيير الإجتماعي من أسهل أنواع الحملات التغيير لبالك ممكن أنواع الحملات التغيير الإجتماعي تفشل آه ممكن تفشل ممكن تفشل في تحقيق أهدفها لأنها الفشل ده ممكن يجي بسبب عدم القدرة للوصول إلى بعض الجماهير المستهدفة أو عدم إشباع حاجة الجماهير المستهدفة أو عدم إشباع حاجاتهم أو عدم اختيار الوسائل الملائمة من اختيارات وسائل الاتصال الجماهيرية ده أول نوع من أنواع الحملات وهو حملات تغيير المعرفة تاني نوع من الحملات حملات التغيير الفعل حملات تغيير الفعل هو نوع آخر من حملات اللي بتستهدف إقناع أكبر عدد من الجمهور من الأفراد بقيام بعمل معين في وقت محدد على سبيل المثال زي حملات تطعيم الأطفال زي حملات التبرع أو حس الجمهور على التبرع بالدم زي حس النساء بعد سن الأربعين أنها تقدر تقوم ببعض الفحوصات وبعض الاختبارات عشان تطمن على صحتها زي حس الأمهات والأباء على عدم تزويج الأبناء أو البنات بمعنى صح في سن مبكر وهي زواج القصرات الحملات دي حملات بتتطلب فعل وليس إخبار الجمهور بالمعلومات أو إعطاءهم معلومات بس ولكن حسوهم على عمل فعل معين في وقت محدد زي ما احنا سردنا في الأمثلة السابقة تالت نوع من أنواع الحملات وهي حملات التغيير السلوكي وده من أصعب أنواع الحملات التغيير الاجتماعي على فكرة لأننا هنا بستهدف تغيير سلوك تغيير أماط وعدات سلوكية على سبيل المثال زي أنا بقول للشخص عايز أخليه يقلع عن التدخين زي على سبيل المثال العادات السيئة في الأكل والشرب عندنا معظم الشباب دلوقتي اسمحوا لي اللي أنا أقول لكم كده أن معظم الشباب دلوقتي لما بيجي يأكل بيأكل بعد الساعة 12 بالليل وللأسف الشديد دي عادات وسلوكيات خاطئة لأن بعد الساعة 12 بالليل من المفترض أن الدهوم بتتركز في الجسم بتتبقى عالية حتى أثبتت الدراسات العلمية أن فيه أن الجسم بيفرز هرمون من الساعة 11 لحد الساعة 1 بيساعد على أقدر أقول حرق الدهون في الجسم ولكن الشباب دلوقتي بيبتدي يومه بعد الساعة 12 بالليل فبالتالي بيأكل اللي هو عايزه هو العادات الصحيحة أن أنت تأكل قبل الساعة 7 بعد الساعة 7 تمنع الأكل نهائيا عشان العادات دي خاطئة وممكن بيجيب بعض الأمراض والتخلص من الوزن الزائد في الجسم وده أخلي بالك من أصعب أنواع الحملات اللي موجودة في المجتمع وهي الحملات السلوكية النوع الرابع حملات تغيير القيم والحملات تغيير القيم بتهدف إلى تغيير قيم ومعتقدات موجودة في المجتمع زي حملات تنظيم الأسرة حملات تنظيم الأسرة ده بينخفض الصراحة معدل النجاح إلى حد كبير جدا من النوع ده في الحملات لأنها بيصعب تحريق القيم في الفرد وخصوصا لو أنا جيت حمل التنظيم الأسرة دي بدأت أنشرها خصوصا في المجتمعات القبلي المجتمعات اللي هي القبلي هي مجتمعات الصعيد بعض الدول دلوقتي بدأت بتفرد عقوبات بعض الدول دلوقتي الأوروبية بدأت بتفرد عقوبات على موضوع تنظيم الأسرة يعني أن الدولة بيقول لك أن الأب والأم أن ربنا يرزقهم بطفل واثنين الدولة هي متكفلة بمصارفهم بعلاجهم بصحتهم بكل شيء ولكن الطفل الثالث هم الأسرة الأب والأم هم اللي هيصرفوا على الطفل من البداية للنهاية فبعض كانت تلجأ بعض الجهات إلى ترغيب في التغير في هذا النوع من الحملات استخدام القوانين والتشريعات التي تلزم الفرد بتغيير قيمهم ومعتقداتهم بعدما تكلمنا على تعريف حملات التغيير الاجتماعي وأنواع حملات التغيير الاجتماعي سنعرف النهاردة عوامل نجاح الحملات التغيير الاجتماعي هناك عالمين علماء مثل لازرفيلد ومارتون حللوا بعض الحملات الإعلامية النجحة التي استعملت في وسائل الاتصال حللوا بعض الحملات دي وطلعوا من الحملات دي عوامل نجاح حملات التغيير الاجتماعي أول عامل وهو عامل الاحتقار يعني إيه احتقار؟ قالك إن الحملة لابد أن تحتكر جميع وسائل الاتصال الجماهيري تحتكر جميع وسائل الاتصال الجماهيري يعني الحملة لازم تتنشر في الصحافة بالإزاع، تلفزيون، وسائل الإعلام الجديدة، الإنترنت، السوشيال ميديا اليوتيوب كمان كل ده معناه احتقار تحتكر وسائل الإعلام الجماهيرية صحافة أو إزاع وتلفزيون حشان أقدر أو تقدر الحملة توصل إلى جميع فئة الفئات المستهدفة من الجمهور المستهدف للحملة تاني نقطة الصراحة السير في القنارة النفسة بمعنى أن الحملات التي تستخدم في وسائل الاتصال الجماهيرية تعتمد على قاعدة قاعدة كبيرة أو منين معلومات تتطفق مع ميول الجمهور المستهدفة تالت نقطة وهي التكامل التكامل ما بين إيه؟ التكامل ما بين وسائل الاتصال الجماهيرية وما بين الوسائل الاتصال أو الاتصال الشخصي بمعنى أن الأفراد ينقشوا اللي بيحصل في وسائل الاتصال الجماهيرية اللي هي زي الحملات عن موضوع الحملات لما ينقشوا موضوع الحملات من خلال الاتصال الشخصي تقدر الحملة توصل إلى جميع أفراد الجمهور المستهدف وممكن الفرد يحصل عنده إحداث تغيير للسلوك أو قبول سلوك أو تعديل أفكاره عن موضوعات معينة يبقى تلت حاجات أساسية حطهم لازرفيرد ومارتون لعوامل نجاح الحملات التغيير الاجتماعي وهي الاحتكار والسير في القناة نفسها والتكامل في نهاية الحلقة أنا أشكر طلابي وأتمنى ليهم النجاح والتوفيق شكراً وإلى اللقاء شكراً